نحو حياة صحية تعرفين شو أكثر شي مشتاقت لفرمضان؟ شو؟ المشروبات الرمضانية مع ثلج على الفطور يبرد على القلب ما شاء الله عليك يا آمنة تدرين أول مفتاح عشان تخسرين وزن فرمضان أنت تبتعدين عن هذه المشروبات؟ لأنها عالية في السعرات والسكريات لا تبالغين يا إيمان إلا هو عصير يعني سائل كيف بيأثر في وزني؟ أولا هم ثلاثة كواب يعني؟ تدرين أن الكوب من هالمشروبات فيه سعرات حرارية عالية؟ على حسب كم بتضيفين له سكر وكل ما زدتي زادت السعرات وأنتي كم كوب تشربين في اليوم؟ ثلاثة بس على الفطور وبعد بتيننا على السحور بتقولين في خاطري من هالعصير إنزين شو الحل؟ يعني أبد ما أشرب هالعصاير؟ والله الأفضل أنك أنت تستغنين عنهم وتستبدلينهم بالماء أو المشروبات الطبيعية المحضرة في المنزل وإذا تحسين أن ما تقدرين تقطعين مرة واحدة على الأقل قللي كمية السكر وكثري كمية الماء وكذلك ممكن تستبدلينها مثل ما قلنا بالعصاير الطبيعية المحضرة في البيت بدون إضافات من السكر وبكميات محتدلة عندك اللبنة الطازج بعد إنزين ممكن في البداية بقلل السكر وبعدين بحاول أقطعهم أو أبدلهم بالعصاير الطبيعية بس بصراحة مم بس أن اللي متعودة على هالمشروبات المشكلة أن عيالي بعد تعودوا وماشاء الله أصغر ولد عندي مليان فبعد كلامك هذا خفت عليه بصراحة وهو يوم يشوفنا نشرب يقلد ويشرب بكميات كبيرة حاولي يا آمنة دوم منك تكونين أنت القدوة لعيالك هم طبعاً بيقلدونك في الأكل والشرب على حسب اللي أنت معودتنه عليه وحسب اللي أنت توفرينه في البيت فمن البداية لا توفرين هذه المشروبات حطي بدائل مثل الماي العصير الطبيعي المحضر في البيت وحاولي أنه ما يكثر أيضاً من العصير الطبيعي لأنه فيها كميات من السكر والله صح كلامك نحن اللي نشرب جدامهم ونعودهم على مثل هالعادات الخاطئة وبعدين يوم يتعودون نباهم يودرون هالعادات المفروض نحن نكون قدوتهم مثل ما قلتي طبعاً إذا أنت منعتيه وقلتيه للنظار وشافت تشربينه ما بيقتنع وبيصر على توفيره فأنت يكوني القدوة وغيري من سلوكك إن شاء الله بحاول أتجنب أني ما أشرب هالعصاير تماماً نحو حياة صحية مع تحيات إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر